مخطط استثنائي سطرته مؤسسة الوطنية لاستغلال المحطات البرية سجرار لتأمين تنقلة المسافرين خلال عطلة الشتاء والتي تزامنت مع عطلة نهاية الأسبوع ويتضمن تكثيف مختلف الرحلات على الخطوط التي تشهد طلبا متزايدا عبر 73 محطة عبر الوطن بالتنسيق مع مديرية النقل الولائية ومؤسسات النقل العمومية والخاصة حيث تم تكثيف رحلات إلى 30% من الرحلات الاعتيادية جاءت نهاية الأسبوع مع بداية العطلة الشتوية لذلك قامت مؤسسة سوغران بوضع مخطط استثنائي يتضمن هذا المخطط الاستثنائي تكثيف عدد الرحلات بنسبة 30% إلى مختلف الوجهات مثال لدينا هنا في الجزائر العاصمة لدينا 700 انطلاق في الأيام العادية رفعنا هذا العدد ليصل إلى غاية 1050 انطلاق من المحطة البرية خربة سجلنا تنقل أكثر من 45 ألف مسافر فقط في اليوم الواحد خلال عطلة نهاية الأسبوع يعني العدد كان كبير توفير 40 محطة برية بخدمة البيع الإلكتروني للتذاكر وهذا في إطار وضع مخطط رقمي لبيع التذاكر إلكترونيا لدعم تطبيق محطتي وضع مخطط رقمي وهو التركيز على بيع التذاكر إلكترونيا من خلال دعم تطبيق محطتي هذا التطبيق الذي يسمح بحجز التذاكر إلكترونيا زودنا مختلف المحطات البرية بهذه الخدمة الحمد لله وصلنا اليوم إلى غاية 40 محطة برية بإمكان مسافرها اقتناء تذاكرهم عبر النات هذا وجند للمخطط الاستثنائي تكثيف الرحلات مختلف الطواقم البشرية داخل المحطات من أجل تلبية حاجية المسافرين لا سيما فيما يتعلق بالنظافة والأمن الداخلي ترجمة نانسي قنقر